شكرا جزيلا لأخي الفاضل الدكتور أشرف ماب طبعا هو مجامل كبير ونص الكلام ده يعني مجاملة أو أكتر من نص يعني طبعا لي الشرف طبعا أنا بحيي عشان هي لسه وصلة أستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور حنان عب من معوض رئيس القسم الأسبق ونائب رئيس الجامعة ومجلس النواب هي الحقيقة زي ما رد الدكتور أشرف هي التي من وضعت أركان هذا القسم العظيم فأنا جيد جست كملت يعني أنت الدوك عربية وسوقت على طريق متسافلة بس مش أكتر يعني أنت ما عملش أكتر من كده سيادتها اللي تعبت وإدت من وقتها وجهدها وعرقها وبرضو لا ننسى فضل الدكتور محمد حجازي كان أول رئيس قسم فشكرا جزيلا الموجود طبعا اللي بعمله الدكتور أشرف إبان إدارته لمستشفيات جامعة أسوان كان هو برضو أحد أصحاب الأسباب الرئيسية في النقلة النوعية القسم الأطفال ولكل الأقسام نتيجة المجهود العظيم والمؤسسات التي أسسها في عهده واللي ما زالت يعني شاهدة على الحسن عمله نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص ونجعل كل الأعمال خالصة لوجهه الكريم أنا النهاردة this talk is sponsored by EGFR EGFR دي شركة ليها multi vitamins ولها calcium ولها vitamin D ولها vitamin B12 أنا النهاردة يعني هاخد التوك لنحية تانية how we can deliver the experience from different sub-speciality to you all أنا أخد cases scenarios إزاي هذه supplements ويتامين اللي كلنا بمستخدمها أو سواء الكالسيوم اللي احنا كل الأم اكتب لي يا دكتور كالسيوم عشان التسنين اكتب لي يا دكتور عشان الواد ما بيمشيش لا أنا عايز أوصل النهاردة ميسيج إن these supplements it had very very treatable issues very important دي كcomponentس علاجية وليست فقط supplementation أنا بديها في الاستشارة أو بديها علشان الأم طلبت إن أنا أدي له دواء أو الأم عايز دلوقتي يمشي بادري علشان ابن خالته مامشيش لا أنا النهاردة هركز from real cases I have seen him أو them أنا شفتها في عيادتي وكان علاجها هذه السابليمينز اللي حضراتكم واللي كلنا إحنا بنكتبها عمال على البطال أو لو أنا سمتها اسم آخر when calcium vitamin D and vitamins are treatable for certain disease وحاخد لحضراتكم بكيس السيناريوز حقيقية أنا شفتها وأول حالة هي البنوتة دي دي عبارة عن بنوتة كان سنها أربع شهور دي كانت عايشة في إدفو وتولدت طبيعي قيصرية متحجزتش في حضانة عند أربع شهور البنت جت لها إرتابلتي ما بطلت تنام ما كانت تنام ما بتنامش طاعت مع أن ده مش سن infantile colic خلينا متفقين ماشي infantile colic ممكن يبدأ عند أربع أسابيع ستة أسابيع وبينتهي غالبا عن ثلاث شهور ثلاث شهور ونص ماشي ده مش سن infantile colic فبالتالي البنت كانت طبيعية وبدأت تبقى ما تنامش خالص وبعدين عندها إرتابلتي رهيبة لا هي بتنام ولا مامتها بتنام ولا البيت كله بنيان وبعدين ثلاثة أربعة خمسة أيام والبنت دخلت في جرائز tonic clinic seizures وبعدين رحت لدكتور أطفال فالدكتور على طول عمل لها تحليل كلها التحليل طلع الطبيعية بما فيها الكالسام بما فيها الفيتامين دي بما فيها الحديد بما فيها الماغنيثيام والصوديام والبوتاسي المهم فالدكتور الفاضل بدأ لها لفيتراسيتام اللي هو التيراتام البنت ما استجابتش للتيراتام وبدأت تي سيز تاني تتشنج مرة تانية وتالتة وربعة على غاية مراحة يعني اللي قال عليه الدكتور مرتضى به أخونا الفاضل رحمة الله دكتور ربيح حسين هو اللي حول لي هذه الحالة والله يرحمه كان فيريجود كلينيشين بيعرف ازاي وامتا يحول الحالة امتا يعالج الحالة كان راجل عظيم رحمة الله علي الحالة جاتني اول ما جاتني انا الحالة انا على طول شكيت ان الحالة دي ميتابوليك دي مش موضوع ايبليبسي شيز هاد نوء ليه خلينا اقول له هايوك التركات بتاعت التشخيص ليه انا شكيت ان الحالة دي غالبا ميتابولي خلاص اول حاجة الايبليبسي تحت سن ست سهور نمبر اثنين الحالة كانت افبرايل فدي مش فبرايل سيجيرس كومبليكس مثلا عشان نقول انها فبرايل سيجيرس كومبليكس البنت كان عندها اريتابيلتي والهايبوكالسيميا اول ايرلي منفستيشن انه بيعمل اريتابيلتي وانه طفل ما ينامشي ابدا خلاص يفضل يعني هو الحقيقة انا ده بس اللي طلبته طلع الكالسيم كان 4.1 اربعة واحد من عشر طب ما الدكتور الاولاني عمل الكالسيم وطلع تسعة واحد من عشر عايز اقول لحضرتكم على تركة بالنسبة للكالسيم في حاجتين بيكشفوا المعامل يا اخواننا ومش كل المعامل بتعرف تعملها انا اكدت اجزم اني 10% من المعامل مثلا بس اللي تعرض الكالسيم والبي تي والبي تي تي والان ار محتاجة دكتور ودكتور متعلم كويس ومحترم وشاطف في تخصصه عشان يعرف يطلع لك التحليل ده الكلينيكال سينس هي المفروض تبقى عنده الدكتور عنده اريتابيريتي ما عندهش حرارة ما عندهش سندروماتيكي على الوقت الاجزاميليشن بتاعه كان نيولو كله طبيعي فبالتالي ده مش سندروماتيكي اللي هو ممكن يحصل تحت 6 شهر فبالتالي انا ساسبيكت ان البوينس دي اللي خلتني على طول انا هقول ان الحالة دي غالبا هتطلع هايبوكالسيميك سيجر وفعلا طيلة زي ما قلت لحضراتكم 4.1 انا حجزت الحالة على طول في المستشفى عندنا في الحقيقة الهايبوكالسيميا الريسبونس از دراماتيك يعني وانس تدي العيان اي دي كالسيوم اللي اعتبرت هتبدأ تخف النوم هيبدأ يرجع تاني طبيعي خلال يومين واليوم الثالث الاب رجعلي خرجناه من المستشفى ورجعلي الطفل في الابابا في العيادة ومام تقولي يا دكتور تعملت ايه السحر اللي انت سحرت بيه العاجل ده فعلا تحول من طفل يا دكتور ما بينامش ليه 7-18 ايام الى طفل نام وهدي وبطل كونفولجانس وبطل اي اتاكس اوف سيجر وتحسن تحسن جيد جدا طبعا اللي فيتراسيتام هنا مالوش اي دور بعد مع الطفل تحسن بدأنا نسحب اللي فيتراسيتام والطفل غايت دلوقت سنه تقريبا ثلاث سنين وهو متابع معايا ومهم جدا اذا اللي عايزين نوصله يا شباب ان احنا مهم جدا 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 اني مش كل حالة ارجوكم عندها سيجر نبدأ لها حتى لو انت هتحولها لبتاع ممكن ما ندهاش انتي ابليبتيك دراجس ما عندناش فيها اي مشكلة خالص الحالة التانية ده ولد كان اسمه عمر كان سبع سنين عايش في اسوان هي ده ساكن سيبنينج اوف نون كونسانكس ماليش هس بيري نيتل نيتل انت بوست نيتل ايج ووز نورمال ما عندوش كان فيه اي مشكلة خالص بدأ الولد عند سبع سنين عندنا الصداع فيه حاجات باثولوجيكال وفيه حاجات ليعلقة بالميجرين خلاص الباثولوجيكال ده وان كريتيريا ان الطفل يصح الطفل من النوم او يحصل الصبح بدري او حاجة اسمها فبالتالي ده طول ما هو كان عنده الطفل الحاجة دي يبقى لازم ده نقول ده باثولوجيكال هيدك يبقى لازم ادور وراه واوصل للسبب لان غالبا عندي مشكلة كبيرة جدا الصداع ده كان فرانتال كان بيزيد بالسترين وكل اتاك كان طبيعي جدا موتور تون باور ريفليكس كان كله ودن نورمل يا احمد يا فراج عملنا سي تي طلع نورمل عملنا امار اي طلع نورمل عملنا اللابس كلها طلعت نورمل الا اللي كان عنده بس كان 9 نانو جرام هو الطبيعي طبعا اكتر من 20 بدأنا نعمل للولد ده لامبر بانكتشر عملنا لامبر بانكتشر لامبر بانكتشر طرع الطبيعية طبيعي ولكن الام لحظة ملاحظة دكتور يحيا مهمة جدا ان الطفل ده بعد ما عمل لامبر بانكتشر حصل له تحسن تدريجي بدأ يتحسن بشكل كويس وبدأ الصداع يقل وبدأ يقل اذا دلوقتي طول ما انا سحبت من العيان وبدأ يتحسن اذا غالبا العيان ده كان عنده فبالتالي انا قللت الصداع بدأ يخف بالتالي ابننا بدأ يبقى كويس بس لغاية الحتة ده محمود عبدالنبي موصلناش للتشخيص يا ترى ايه طبعا على طول الحتة التانية بنعمله فاندس اجزاميناشن وفعلا عملنا فاندس اجزاميناشن وطلع الولد ده موص بروبابلي ان عنده سودو تيومر سيربراي سودو سيربراي يا شباب ده زي ما انا قلت بتاع ده بالضبط كده بيجي صداع صداع يصح الطفل من النوم وبعدين تعمل الطفل الموض ايضا 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 ان الامراء يطلع لك طبيعي وان اللامبر بنكسر يطلع لك طبيعي ده مشكلة سودو تيومر سيربراي مشكلة الجدع والراجل يعرف سببه حيبو كالسيم هيبو كالسيم هيبو ثيروديزم هيبو هيبوبارا 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 هيبو هيبو كاليميا فبالتالي انت ما تعرفش توصل للسبب ايه ومعندكش اي مشكلة بس احيانا الهايبو كالسيم اللي احنا بنقول عليها احيانا تكزربيت باتاك او وفعلا الطفل ده اخد كالسيم واخد فيتامين دي وبدأ ايه وبدأ يتحسن لكن لما تحسن لحسن حظي يعني مش هي ليه لانه ممكن يتحول لهايبو كالسيميا وبعدين يروح يرجع ياسوء تاني وهكذا فاذا يا اخواننا وان اوف دي 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 اجنوستيك رايتيريا فو السوتيومر سربراي ان الطفل يبقى عنده منفستيشن دي وبعدين تعمل كل الانفستيشنز تطلع نورمال ما عندهاش اي مشكلة بيضوي السوتيومر سربراي بيحتاج يعني ما ينفعش اقول العيان يلا امشي وانت ما عندكش مشكلة لا العيان اقبال حاج ده لازم اتابعه بالفانتاسي اجزامينيشن وبالفيلد اوف ديفيجن وبالام ار اي على الاقل كل ستة شهر لان احيانا نبقى بعض الحالات وبعدين تبدأ تظهر بعد فترة معين الحالة التالتة برضو بانوتا دي كان سنها اربعتاشر سنة ليفينج اد ستة اكتوبر دي كنت شفتها في دار الفؤاد كانت البنت طبيعية ما عندهاش اي مشكلة خالص بدأت تشكو من ستة شهر كان عندها خمس شهور بعد كده البنت بدأ يحصل لها بيزيد بالليل خالص وبعدين بيمنعها من النوم وبيبنعها من ما تروحش المدرسة اخدت مسكنات كتيرة واخدت فيتامينز كتيرة وما ايش تحسن ابدا خالص لفت على دكاترة عظام كتير وبعدين بعد ما لفت على دكاترة عظام ايه يعملوا الاكسريز بتاعتهم اه طبيعي ما عندناش فيها مشكلة خالص بعد شهرين بقى تاني الحالة بدأت تسوق اكتر والبنت بدأت تشكي من لورلمب ويكنيس اكتر اخدت سبيشيالي وهي طالع السلم بعد كده بروجريستو فريكوانت فولنج اباوت تلاتة الاربع مرات فيديو بعد كده راحت لزميل اه دكتور عظام فدكتور العظام حولها لي البنوتا اخر سبعين قبل ما انا شوفها كان دكتور محمود بدأت تشكي من السيرفايكالبين السيرفايكالبين ده ما كان يمنعها انها تقدر تذاكر وما تقدرش انها تمارس حياتها بشكل طبيعي وكان السيرفايكالبين is progressive in course الحالة جاتني فحصتها البنوتا فعلا كان فيها عندها ابنورمال جيت كان تمشي زي شكل الاطفال اللي هما السباستيك فعلا من ستة شهر كانت طبيعية جدا حفا حصتها كان عندها هيبرتونيا كان عندها هيبررفلكسيا of both lower limbs طبعا عندي هيبرتونيا عند هيبررفلكسيا اذا انا عندي upper motor neural legion بدأنا بقى نفحص البرين فعملت البنوتا MRI بس الMRI اللي هايك تطلبه MRI brain with gadolinium stain دي سابغة معينة احنا بنفحصها لما بشوك في امراض او لو في انفلاميشن على مستوى البرين لان الGadolinium distance متخشش البرين كما الا لما يبقى في انفلاميشن بدأنا عملنا الMRI وعملنا طبعا MRI whole spine لان الكريتيرا المرض اللي انا شكيت فيه ده لازم تشخصه بMRI brain and spine فطرعت البنت عندها abnormal signal زي ما حضراتكم شايفين دي على مستوى white matter وعلى مستوى brain stem على مستوى cerebellum وكمان على مستوى spinal cord اللي انا حاوري صوره لحضراتكم دلوقتي هذا spinal cord في abnormal signal يعني ال spinal cord بينزل اسود كده تلاقي فيه بقى عبيضة كده بقى عبيضة دي هي اللي بنسميها abnormal signal اذا الحالة دي MS طرعت ايه multiple sclerosis multiple sclerosis ده واحد من بيجي في البنات اكتر في السن ده بعد 11 سنة 12 سنة 13 سنة 14 سنة وتبدأ البنوتة from this complaining المود of investigations اللي حضراتكم تطلبوها يا دكتور عبد المولة مهمة جدا جدا يعني انا لو عملت للبنت دي MRI عادي ممكن ما يطلعش فيه حاجة انها با لازم اعمله مع جادولين يامستين جادولين يامستين هي اللي هتكتشف الليجانز ديا زي ما انا قلت لحضراتكم لازم يبقى اتنين من اربعة يعني لازم بقى فيه اتنين ليجانز من الاربعة اللي في الاربع اماكن اللي انا ذكرتها عشان اقول ان العيانة دي عندها MS طبعا تقومبش الدياجنوز فيه ستيبز تانية احنا بنعملها علشان نشخص الحالة دي طيب الحالة دي لما احنا عملنا بقى طلع الفيتامين دي واطي فيها طيب ما للفيتامين دي وما للحالة دي لما دورت بقى انا الحقيقة لغاية مكنش عارف ان الفيتامين دي ليه رؤول في المالتابل سكرولوز ولكن لما طلعت لي الحالة خمسة وعدناها تاني طلع خمسة الفيتامين دي بدأنا نبحث ففعلا فيه بعض الثوريس كتيرة جدا تقول لك الهايبوفيتامينوزيس دي بيأجزربيت المنفسيشن اوف MS وبيزود الريلابس اكتر لان ال MS ده بيجي في اتاكس عند البنات خلاص طيب الحالة كنترولد وفجأة تحصل الهجمة فبيقول لك وجود الهايبوفيتامينوزيس دي بيزود الهجمات بتاعت ال MS لما البنت بدأت تاخد الفيتامين دي بدأت تتحسن والريلابس بدأت ايه بقى اقل ان هي احيانا الريلابس مختلف من طفلة الى طفلة اخرى الحالة دي علشان بس يعني ما اطولش على حضراتكم اه دي اخر حالة ان بانوتا كانت اربع سنين وكان هي ثيرت سيبنين اوف كونسانجوس ماريش كانت حصل لها سنة ونص البنت كان الاتاك كان بينها وما بين كل اتاك عشر تيام خمستاشر يوم وبعدين عملنا لها والحالة يا صحر تشخصت انها ابليبسي البنت نشيت على السودين فالبروك اسد وبعد نشيت على السودين فالبروك اسد على عشرين ميلي جرام بيركي جي بدأت كنترولد وما عندهاش اي مشكلة في اي اتجاه عند سنتين طبعا احنا البروتوكور فور ابليبسي ان احنا بند علاج لمدة سنتين اذا ما الطفل تحسن ومستقر في اخر السنتين بنعمل رسم مخ لو رسم مخ طلع طبيعي ممكن اسحب الدواء جراديوالي ولكن لما انا اسحبه جراديوالي لازم خلال ثلاث شهور اسبيشيالي الديباكين اللي هو الفالبروك اسد لان دواء من الادواء الخطيرة معنى فيري بوتانت بس لما اسحبه لازم اسحبه بالتدريج علشان يمنع الريلابس مرة اخرى سحبنا فعلا الدواء والبنت بدأت امورها كويسة ولكن فجئنا ان بعد ثلاث شهور البنوتة جالها فراكشار فراكشار تيبيا وفراكشار فيبيولا افتر اماينورتيروما ودناها طبعا الارثوبيديك حولناها الارثوبيديك قال لك لا دي عايزة عملية وفعلا دخلت العمليات وعملت وركبت شرائح ومصامير ايه بقى اللي وصل البنوتة دي لانها حصل لها فراكشار مع ان كان سنها ست سنين غدت الارثة ب disadvantages الاضح اechاي ハハ Gilbert وبالتالي ايه بقى في fisher opposed ابن 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 فيتامين دي ومع كارنيتين عشان ما تحصلوش مشكلة لان ما تفجعش حضرتك ان انت بتعالج مرض وفي اخر السنتين انت مضطر تعالج مرض اخر فبالتالي لازم الطفل مع الانتيبليبتك يمشي على كالسيم سابليمينتيشن لان هو في منتهى الاهمية والاهمية طب احنا طبعا الكالسيم بتاع محمد سعد اللي هو البيديكال محمد سعد زمينا وصديقنا كان معانا في المدينة الجامعية وكان محبي لمحمد منير جدا لما كنت تقول له على طول سألت ايه الاسم قلت جاله البنات نعمات ام سابعين طراي والباقي بلح النات لما ندهت علي بخدها النعمات قلت نعمين ثلاثة اربع ثلاث نعمات وشكرا جزيلا